الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أولا أهني الشعب السوداني في كل مكان وأهني كذلك القوات المسلحة على هذه التطورات الأخيرة والتي ربما لم يمر اسبوع على لقاءنا السابق الذي تكلمنا فيه حول أهمية التحرك في الخرطوم واستراتيجات هذا التحرك أنا أعتقد القوات المسلحة مدركة تماما لطبيعة المعركة وتديرها كذلك باحترافية كاملة وتامة وواضح جدا في سياق هذه الحرب من أولها إلى آخرها نحن أمام نمطين في المواجهة المسلحة نمط طويل النفس قائم على الحرفية قائم على العلم قائم على خبرات تراكمية طويلة جدا حول كيف يمكن أن تنهي أنت حالة التمرد فاليوم علم التمرد تقريبا علم يدرس في الكليات الحربية وكليات العسكرية ويتم التعاطي معه بصورة كما ذكرت تخصصية المشهد الآخر أو المسار الآخر هو مسار تمرد يقوم على ضربات قصيرة المدى خبرته كلها تقوم على ضربات قصيرة المدى ومختصرة وأضرب ثم أهرب كما هو عن النمط العصابات لكن المقاتل فيه لا يستطيع الصمود والقدرة لمدى طويل يعني فرق كبير جدا بين أن تجيد دخول في معركة والانتصار فيها وبين أن تجيد فن الحرب والانتصار في نهايات يعني الحرب هي جملة معارك كما يقولون والانتصار في المعركة أو الهزيمة فيها لا يلزم بطبيعة الحال أن نهايات المعركة ستكون إلى أي اتجاه لكن أنت تستطيع أن ترصد سلسلة معارك تؤدي بك إلى نتيجة كلية إلى أين تتجه مسار هذه الحرب منذ البدايات كنا نؤكد بأن القوات المسلحة بدأت تعمل على تدمير القوى الصلبة للتمرد وانتهت من هذه المسألة ثم أيضا فترة من الفترات حرصت كذلك أن لا تعمل على إنها قوتها وذلك من خلال البقاء وكان حقيقة محل الإشكال ومحل الانتقاد كبير جدا كثير من الناس كانت تقول والله لماذا القوات المسلحة متمسكة بمواقعها وتترك لكن حقيقة أنت أحيانا بين مفسدتين كما يقولون مفسدت أنه والله تتفكك المؤسسة العسكرية في حروب يجيدها الطرف الآخر وبين أنه والله تصمت في مواقعها وتتماسك لحرب استراتيجية في نهاية المطاف تؤدي إلى نجاح هذه المؤسسة في معاركها الاستراتيجية اعتقد أنها وفقت على كل من في المرحلة الأولى في تدمير البنية الأساسية للماليشيا في قتل عدد كبير جدا من قواتها إن صحت تعبير قوات النخبة أو المجموعات الأساسية في بنية المجموعة ثم وصلت بعد ذلك إلى تقليل كذلك التواجد الذي كان في بداية الأمر أنت كان أمام عدد كبير جدا من خلال العمليات وصلت الناس إلى إلى تقليل هذه حالة الانتشار ثم أوجدت القوات المسلحة منصة انطلاق صحة التعبير وهو منطقة أمدرمان جعلت منها من خلال الدخول في بعض المناطق وتحرير المهندسيين والإزاعة جعلت من قلب أمدرمان إدارة لمنطقة عمليات نحو كل من الخرطوم والخرطوم بحري كانت المفاجأة كما لاحظنا خلال الأيام الماضية يبدو أن القوات المسلحة استعدت استعداد كبير جدا من حيث التسليح من حيث الإعداد من حيث الكتلة البشرية كذلك التي استطاعت أن تستجمعها القوات المسلحة أيضا علينا أن لا نتجاهل كأنما أيضا هناك يبدو تسليح نوعي دخل إلى القوات المسلحة بغض النظر الآن أن لا أملك تفاصيل كيف ذلك واضح جدا أن القوات المسلحة لهذه المعركة قد أعدت عدتها من حيث التسليح من حيث الإعداد ودخلت كما لاحظنا بمحورين أو بأكثر من محور إلى كل من الخرطوم يمكن دخلت الخرطوم بعدة كباري ودخلت كذلك بحري بعدة كباري فأنت أمام مشهد يدار بشكل حضفي ويدار كذلك بنوع من المعنويات العالية واضح جدا لأنك أنت الآن في الخرطوم بالذات لأول مرة يدار هجوم بهذا الحجم بهذه الكمية ويحدث تقدم أيضا بنسبة كبيرة جدا أوجد بطبيعة الحال هذا التقدم رفع للروح المعنوية في القوات المسلحة وفي حاضنة القوات المسلحة في مختلف المدن السودانية وأوجد أيضا تدمير لنسبة كبيرة جدا من الماليشيا وتحييدها كما أوجد أيضا حصيلة كبيرة جدا من الأسلحة المتنوعة والمخازن التي كانت تستولي عليه هذه الماليشيا فأنت على كل أمام مشهد فعلا فيه تحول وتطور كبير في معركة الكرامة